اشتركوا في القناة اول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رئيس الكاف يخرج بتصريح مفاجئ على تأهل المنتخب المغربي النسوي في كأس العالم هنأ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي هنأ المنتخب المغربي والنيجيري والجنوب الأفريقي على تأهلهم إلى ثمن نهاية كأس العالم للسيدات التي تصدفها مناصفة أستراليا ونيوزيلاندا وقلم تسيبي إن الاتحاد الأفريقي كاف والاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 عضو يهنئون المنتخب المغربي والنيجيري والجنوب الأفريقي على تأهلهم التاريخي والمستحق إلى دور السادة عشر من كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 وأضف رئيس الكاف لقد جعلت السقور الخارقة والبؤات الأطلس وبانينا بانينا شعوب نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا وكذلك شعوب بقية القارات الأفريقية فخورة للغاية بأدائها المتميز والانتصارات التي تحققت بشق الأنفس في كأس العالم للسيدات فيفا أستراليا ونيوزيلاندا 2023 مستقبل كرة القدم للسيدات في القارات الأفريقية مشرق وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من انتصارات ونجاحة منتخب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا للسيدات ستساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم النسائية ونموها في أفريقيا لن تصدق ما قاله هيرف رينار عن سيدة المنتخب المغربي قبل المباراة قال هيرف رينار مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات إن المنتخب المغربي النسويسي وجود ديكا بدون أي ضغوطات في تمر نهائي كأس العالم أستراليا ونيوزيلاندا 2023 لافتا إلى أن كتبة المدرب رينارد بيدروس ستحاول الإطاحة بالفرنسيات والاستمرار في صنع المفاجأة وأوضح رينار في تصريحات للصحيفة لكيب القول المنتخب المغربي ليس لديه ما يخسرها كل ما سيحصل له في كأس العالم هو فضل إضافي فرنسا تمثل شيئا خاصا بالنسبة للمغرب لذلك الأمر بسيط سيحاولنا الإطاحة بنا إن تأهلنا من مجموعة أقصيت فيها ألمانيا فهو سحر كرة القدم وأردف المتحدث نفسه قائلا رينارد بيدروس لديه مجموعة تتكتل في الخلف ضمن منتصف ملعبها إنهن منضبطات داخل الملعب ويتحيين الفرصة لإلحاق الضرر بك وتسجيل الهدف إننا حضرون وسيكون الوضع صعبا ويلتقي المنتخبان المغرب والفرنسي للسيدات يوم الثلاثة المقبل انتلاقا من منتصف النهر بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب هندمارش بأستراليا يذكر أن البؤة الأطلس أهلنا لتمنى نهاية المونديال لأول مرة في تاريخهن في أول مشاركة لهن بعدما شغلنا المركز الثاني في دور المجموعة اترى تفوقهن على كوريا الجنوبية وكولومبيا المنتخب المغربي للسيدات يسجل رقما قياسيا في كأس العالم سجلت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 أرقاما قياسية خصوصا في عدد الحضور الجماهيري أو نسب المشاهد عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وقال الاتحاد الدولي لكرة القداب عبر موقعه الرسمي إن البطولة جذبت جميع عشاق الساحر المستدرة في كل أنحاء العالم مع ختام دور المجموعة وضف الفيفا نجح منتخب نيجيريا في أن يكون أول بلد إفريقي يتأهل إلى دورة 16 من دون أي هزيمة بينما نجح منتخب المغرب في تحقيق انتصارين متتاليين والحفاظ على نظافة شبكه في مبارتين متتاليتين وأوضح حضية البطولة في دور المجموعات بحضور جماهيريين جعلها النسخة الأفضل والأعظم على الإطلاق حيث كان الحضور الجماهيري بنسبة 24 ألف متفرج و476 في المباراة الوحيدة أي أكثر بنسبة 29% من المشجعين الذين تواجدوا في فرنسا حام 2019 كما وصل عدد التذاكر المباع حتى نهاية مبارية دور المجموعات مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف تذكيرات متخطيا بذلك كل التوقعات وتبع الفيفا في بيانها في أوتيارو بن نيوزيلاندا تحطم رقم القياسي لعدد المشجعين في مباراة لكورس القدم سواء عند الرجال أو النساء مرتين في 12 يوما الأولى خلال المباراة الافتتاحية والتانية في المباراة التي جمعت البرتغال بمواجهة أمريكا عندما سجل رقم قياسي جديد بحضور 42958 مشجعا وفي أستراليا شهدت البطول رقم قياسي جديد لعدد الحضور في مباراة واحدة لكورة القدم للسيدات إذ حضر 75784 مشجعا المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وجمهورية إرنالدا وأفاد سجلت البطول أرقاما قياسية أخرى منها أن هناك 4.71 مليون أسترالي شهدوا مباراة منتخبهم داد كندا فأصبحت الأعلى مشاهدة وفي اتيار بنزيلاندا شهد مليون فاصلة 88 نسمة البطولة أي ما يعادل ثلاثة عدد السكان وفي كولومبيا حققت المباراة الأولى للمنتخب نسبة مشاهدة تتفوق ثلاثة أضعاف على النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات ووصل عدد الزوار منصة فيفا إلى 22 مليون مستخدمين في 15 يوما فقط بمعدل 2.4 مليون زائر في اليوم لقنوات بطولة كأس العالم للسيدات ويفق هذا الرقم عدد الزوار الذي دخلوا الموقع طوال فترة النسخة السابقة من البطولة كما استقبل مهرجان المشجعين في الدولتين الموظيفة للبطولة أكثر من 400 ألف مشجع لمشاهدة المباريات مع تحقيق سيدني الرقم الأعلى في اليوم الواحد بحضور 17756 مشجعا وشارك 5000 متطوع لدعم مختلف المواقع المستضيفة للبطولة التي تتواصل منافستها حتى العشرين من غشة الجاري باير ميونيخ يزاحم مونشستر يونيتد على ضم أمرابط أكد تقرر نصع في استهداف ندي باير ميونيخ الألمانية التعاقد مع نجم في رونتين الإيطالي لعب الوسط المغربي السوفيان أمرابط خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي 2023 ووفقا لما أورده مرسل شبكة سكيتسبور ألمانيا فلورين بيلتبرغ فإن اسم أمرابط موجود في قائمة اهتمام باير ميونيخ للميركات الصيفية الحالية وأشار الصعفي لأن محيط أمرابط يراقب الوضع في باير ميونيخ بالنظر إلى معرفتهم ببحث مدرب الفريق البافاري طوما السخل عن التعاقد مع لاعب وسط دفاعي جديد وسبق للتقارير الصعفي أنه هتبقترب أمرابط من الانتقال لمونشستر يونيتد الإنجليزي هذا الصيف ووفقا لبيتربيرغ فإن مفاوضات نقل الدولي المغربي إلى قلعة أولترافورد مستمرة بالفعل لكن دون التواصل الاتفاق النهائي مع اللاعب حتى الآن يذكر أن التعاقد المرابط مع نادي فيروتينا يمتد حتى 30 يونيو 2024 علما أن قيمة اللاعب السوقية تقدر بـ 30 مليون يورو استنادا إلى بيانة موقع ترونسفير ماركت العالمي اشتركوا في القناة